اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حنان رافيال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا اه اشتركوا في القناة 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 لأنه ما في صوته في صوته في صوت حلو وفي صوت عم يتطور ولكن يلي دايما عم يخليوهم يشئلون هو عن جد إحساسهم والإيدي، الحضور، الدحكة، الطريقة اللي بيقدو فيها الأغنية رافيال كتير شخص بيعرف يتعامل مع الجمهور وحنان عنده كاريزما، تنينيتون عندهم كاريزما وهيدا الشيء كتير إيجابي لتنينيتون أنا عادة بخلال مشوارة بتعليم الغناء ولا مرة بحب قارل صوت بالتاني لأنه بعرف أنه كل صوت هو حالة خاصة مثل ما الإنسان هو حالة لهم يونيك الصوت كمان نفس الشي ولكن كل صوت له مثل الكاز طبعه أو الخانة طبعه اللي بنقدر نحطه فيها بس هي فعلا بتكون صادرة عن شخص عنده إحساس وعنده أفكار غنائية معينة أنا بحبي برافايال الأفكار اللي عنده إياها يعني هو إنسان عنده داينة مميزة عنده أفكار غنائية كتير حلوة ولكن المشكلة عم بتقوم بتنفيذ هالأفكار عم بحكي صوتيا أنا بشوف أنه رفايال لازم كتير يشتغل على حاله طي يوصل بيوم من الأيام يقدر كل الأفكار اللي بفكر فيها ينفذها وتكون هالتنفيذ حلو وناجحه بمحله حلو التامر اللي عنده إياها رفايال بيغني بطريقة كتير فيها أحساس ولكن التفاصيل والأوقات وقته واحد كتير بيحاول أنه يعمل جهة تيبين حلو بتفرط منه الإشياء أو بتفلط منه إن شاء الله كمان مع الوقت رفايال يعرف يشتغل على هذا الموضوع لأنه فعلا هو حالة حلوة بالغناء بالنسبة لحنان حنان كمان عندها تامر كتير مميز تامر يعني قماشة الصوت أو طابع الصوت كتير حلوة كتير نظيفة يعني بتريح السامع صوتها بيدخل بشكل كتير انسيابة على الدينة ولكن مشكلتها حنان إنه مرة بيكون كتير حلو عم تعمله مرة بيكون وهيضا نتيجة التركيز أنا أكيد بس نرجع بالصوف نحكي نشتغل التركيز والتركيز والتركيز لأنه كل ما بتركز حنان أكتر كل ما بتعطينا شغل أحلى اشتركوا في القناة